تحصل في حالة التقس اليوم الغد بإذن الله مرتقب على كل المناطق الشمالية إذن ضباب سيميز صبيحة أغلب المناطق الشمالية الغربية المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية تتبع أجواء مشمسة على العموم تبقى بعد الصحب السفلة العابرة خلال صبيحة قد تكون مرفوقة بأمطار محلية نحو السواحل الوسطى وكذلك الشرقية الرياحية الأخرى ستبقى قوية نحو المناطق الغربية وكذلك السواحل الوسطى مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بقى بعض الأمطار تخص دائماً مناطق الجنوب الغربي خلال الصبيحة تزول تدريجياً خلال الظاهرة وتنبه دائماً من استمراره برياح قوية نحو مناطق الجنوب الغربي شمال الصحراء والصحراء الوسطى ستعمل على انتشار الزوابع الرملية أجواء الصحوة ومستقراب شمال الصحراء والجنوب الشرقي وشبه رعدية بأقصى الجنوب لغاية الصحراء الوسطى الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تبقى باردة بالمناطق الداخلية الوسطى والغربية لن تتعدى 9 درجات مبين 14 إلى 18 درجة بسواحل لن تتعدى 12 درجة بقسنطينا 16 ببشار تقارب 20 درجة بغردايا بسكرالواد ورقلا واتيندوف 27 إلى 28 درجة بالصحراء الوسطى 26 درجة مرتقبة بثامن راس 31 درجة بإليزي وإنجزام وأخيرا 33 درجة ببرجباجي مختار أما فيما يخص الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع من جديد على المناطق الغربية مقارنة بنهار اليوم ستقارب 21 درجة بتيارة 23 درجة بالبيت 24 درجة بوهران 26 درجة بالعاصمة وتزيوزو تنخفض بدرجة واحدة نحو سكيك داعنابا وقسنطينا تقارب 22 درجة ببشار لن تتعدى 28 درجة بتيندوف في حدود 31 درجة بغردايا بسكرالواد ورقلا تقارب 34 درجة بثامن راس وأخيرا تتروح من بين 40 إلى 41 درجة بين إنسالح إنجزام برجباجي مختار وإليزي فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون من قليل الاتراب إلى مطرب بسواحل الشرقية والغربية ريح ضعيفة إلى معتدلة دمن تيارات شرقية شمالية شرقية حيانا تدور إلى شمالية تماما بسواحل الشرق نعود إلى أرض الوطن وقت شروق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا وإيطان وأربعون دقيقة والغروب على الساعة السادسة مساء وثلاثة وثلاثون دقيقة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم فيه